أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام والسادة المشاهرين في حقيقة الأمر البحر الأحمر له حضور كبير في السردية الصهيونية وفي التراث اليهودي وكانت هذه السردية وهذه الحكاية حاضرة حتى في بازل في مؤتمر الحركة الصهيونية الأول في بازل 1897 وكان حاضرا جدا أهمية البحر الأحمر الذي ارتبط عندهم بهذه السرديات سردية أن مملكة سليمان توسعت جنوبا حتى وصلت اليمن وأنها تمددت في البحر الأحمر ثم كانت هذه السردية كذلك حاضرة في مراحل تنفيذ العملية الصيطانية في فلسطين في مراحلها الأولى في بداية عمليات الصيطان شاهدنا كيف تم احتلال سيناء والرشراش والنغاب وغيرها من المناطق ذات الصلة بالبحر الأحمر بنغوريون في حديثه في مراحل حكومته الأولى تحدث عن البحر الأحمر وقال إن هذا البحر الأحمر هو الرئة الثانية التي يتنفس بها الأمن القومي الإسرائيلي بعد البحر الأبيض الذي لا تواجه فيها مشاكل المشاكل كلها الآن في البحر الأحمر ولذلك حفاظا على هذه الريابين هلالين كان لا بد من حضور إسرائيلي كبير ومهم في البحر الأحمر هذا العضور كذلك تحدث عنه بنغوريون حين قال أن وجودنا في البحر الأحمر يعني ضمان أمن إسرائيل من ناحية الجنوبية وكذلك هو حماية لإسرائيل من الحصار الذي بدأت نزره تلوح الآن من تلقاء اليمن وأن البحر الأحمر كذلك هو محطة مهمة للانطلاق على أعدائنا في عقل دارهم قبل أن يتحركوا نحونا وبالتالي البحر الأحمر حاضر في منظومة الأمن القومي الصهيوني والإسرائيلي مثل ما هو حاضر في الحكاية والسرديات والمسيولوجيا الصهيونية وبالتالي هناك أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل للبحر الأحمر في منظور الأمن القومي الإسرائيلي وفي جملة الفكرة الصهيونية نفسها التي اتخذت من فلسطين موطنا لها